تعد مرحلة امتحانات الثانوية العامة من المراحل الحارجة في كل البيوت التي وجدت فيها طلاب يؤدون تلك الاختبارات وخلال هذه الفترة الصعبة على هؤلاء الطلبة يجب أن يكون النظام الغذائي سليما وصحيا لمساعدة الطلبة على زيادة قدرتهم على التركيز والانتباه لحظي مزيدا من الدرجات ما بين النجاح والتفوق في تلك الامتحانات سنتحدث عن النظام الصحي والغذاء الذي يجب أن يتبع ونصائح صحية لطلاب الثانوية العامة في فترة الامتحانات معي هنا في الستوديو الدكتور محمود الشيخ علي وهو أخصاء التغذية العلاجية وطب الأشاب صباح الخير هياك الله الأمر لا يقتصر على نصائح تربوية للطلاب أن يركزوا على امتحاناتك وعلى منهجك الدراسي لا صحيا جسديا غذائيا كيف قبل الحديث عن موضوع التغذية أنا أحب أن أوجه رسالة للأهالي حقيقة الأهالي يلعب دور كثير مهم في موضوع التحصيل الدراسي والتركيز للطلبة بالذات في الأوقات هذه يمكن إحنا خضنا أو مش يمكن أكيد خضنا امتحانات توجيه سابقا والأسف الشديد وجدنا بعض الأخطاء السلوكية اللي إحنا كنا بنمارسها أو أهلنا كانوا بدعمونا عليها بدعموا باتجاهها على سبيل المثال يعني موضوع الصهر كنا كتير بنسمع أنه إفلان كان بنامج طول الليل إفلان كان بيبتكر طرق عشان يضلوا صهران لكن في الحقيقة هذه كارثة وجعلنا الليلة لباسة يعني الأصل في الليل هو النوم اليوم عشان الطالب يقدر يحصل أعلى الدرجات وبالذات بعد مجهود كبير على مدار العام وظروف طبعا استثنائية على مستوى العالم لازم إحنا كأهل يكون إلنا دور إيجابي في تعزيز هذا الموضوع طبعا في هذه الفترة بلاش يعني موضوع المشاكل وربما يعني تم الحديث في هذا الموضوع لكن هذا موضوع لازم نذكر فيه لأنه هذه عبارة عن قضية مرتبطة طالب هو مش بس أكل هو عبارة عن جانب نفسي بمعنى أنه لازم نبعده عن المشاكل قدر الإمكان أو نأجل المشاكل دائما بنصح لأم والأب أجل المشاكل بعد التوجيه سجله بورقة وكله مرة واحدة وكل حساب الشيء الثاني لازم ندعم الطالب أنه لازم ندعم بدري النوم مبكرا والإستيقاظ مبكرا هو سر من أسرار النجاح والتفوق مش عنا بس على مدار التاريخ حتى العلماء القدامة لو تقرأ في سيراهم هتلاقي دائما التحصيل والدراسة والكتابة عندهم كانت فجرا لأنه أنت لما بتنام بدري وبتصحى بدري أنت عندك الفجر أو ما قبل الفجر بساعة حتى الساعة السابعة يعني من قبل الفجر نقول من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة هذه الضروة تبعت التحصيل الدراسة نموذجية الضروة يعني أنت من الساعة أربعة للساعة سبعة يعني كل بتدرسه باليوم كوم وثلاثة أو أربعة ساعات هدول كوم لأنه أنت بكون مستوى اليقظ عندك عالي الهرمونات في بعض الهرمونات التي تحفز على النشاط في أعلى مستوى بالجانب أنه أنت بتصحى يعني بعد نوم المخ عندك في نوع من القدرة على الاستعاب أكتر لازم النوم يكون على العتمة لازم يكون النور خافد قدر الإمكان لأنه في العتمة بتم إفراز هرمونات ما تفرزش إلا بالعتمة برضو بتقوي جهاز المناعة بجانب أنه كمان بتديك نوع من الراحة يعني الليل يعني هو مرتبط بالسكون ومرتبط أيضا بالعتمة زائد أنه إحنا ما نيجي لنام نبعد عن بذات الطلبة اللي هو موضوع الموجات الكهرومغناطسية من خلال أنه أشغل التلفزيون أو أحط الجوال تحت رأس أنه كل هذه طاقة سلبية ممكن أنا أحصر عليها بدون معاشر الآن الاستيقاظ المبكر لازم أبدأ أول ما أصحى باستنشاق الهواء النقي لأنه الجسم الإنسان يحتاج إلى أو الدماغ تحديدا يحتاج إلى حشتين إلى جلوكوز وأكسوجين التنين هدول الموجودين هو رح يديك يعني شيء هائل من التحصيل والتركيز والدراسة الجيدة لما أنا أتنفس بعمق وأبدأ أطلع الهواء شوية شوية بالذات هواء الفجر النسيم هيدخل الأكسوجين كل خلايا جسمي هيكون مشبع بالأكسوجين هيكون عندي طاقة إيجابية هيكون عندي القدرة على التركيز أكتر هذه سلوكيات بسيطة مش بحاجة أنه أنا يعني مش مكلفة الآن نجعل موضوع الغذائي هو الموضوع المهم برضو كانت فيه أخطاء أهلين يقعوا فيها زمان أنه أنت طالب توجيهه معنات أنه إحنا لازم نعزك لازم نجيب كباب وشقفه وجاج وأكلات دسمة وهذا كان يصير معنا يتروح من امتحان توجيه حضره لك إمك الجاجة طب ما أنا أبدأ أكل جاجة وأنام وهذا للأسف من السلوكيات الغذائية الخاطئة إحنا بالعكس أنا معني أنه الطالب يكون دائما مركز وبدأ أبعده عن حالة الخمول والكسل اللي هو من خلال تناول أغذية الدسمة والمشروع أو المنبهات تكون نحكي عنها قبل شوية يجب أن يكون هنا غذاء نظام غذائي متوازن من أجل أنه يكون فيه تركيز قوي تمام طب شو رأيك نبدأ أنه نضيل لنا يومين لبداية الامتحانات خلاص نبدأ سيستم نظام غذائي حقيقي مثلا من اليوم الخميس بكرة الجمعة السبت هذه أيام أو ساعات بتستبق البدأ في الامتحانات اليوم الأول الثاني الثالث الرابع نوعية الفطور أنت على فكرة حكيت دكتور أنه موضوع الصهر وعدم الصهر لكن هذا ينافي من طلب العلا سهر الليالي خلال الكلام غير صحيح تمام وفي الآخر يعني كلها أوقات للدراسة يمكن استغلالها كانت فجر ولا في الليل ولا حتى في النهار ومصداقا لكلامك أنه يجعلنا الليلة لباسة والنهار معاشة نبدأ سيستم غذاء كيف الأفطار شوف خلينا إحنا الإفطار الأكثر صحة لطالب توجيهه لو أنا بدي أقول ما هو أفضل إفطار لطالب توجيهه يعتاد عليه طول فترة الامتحان البطاطا والبيض ليش؟ لأنه أنا بدي طالب يتناول كربوهايدريت معقدة مش سكريات بسيطة عشان يظلوا مستوى الجلوكوز عنده يرتفع ويظلوا في مستوى واحد يعني التركيز يظلوا منتبه لكن لو أنا أديته سكريات بسيطة من خلال مثلا شوكولاتة أو من خلال السكر الأبيض أي مادة تحتوي على السكر الأبيض هيصير عنده قفزة في ارتفاع الجلوكوز يعني هيرتفع بسرعة وبعدك الكيف رح ينزل بسرعة وعشان يكي كتير من الطلبة لما نبياكل مثلا الشوكولاتة قبل دخول الامتحان أو أي شيء بيحتوي على كمية كبيرة من السكر الأبيض بتلاقيه بيبدأ يقرأ السؤال ويقول أنا شفته بس مش ذاكر وين لأنه صار في عنده تشويش في مستوى الجلوكوز وجلوكوز طلعه وإحنا قلنا غزاء الدماغ الجلوكوز بعدك فجأة صار عنده انخفاض لا أنا بدي مستوى الجلوكوز يظلوا في حالة من الارتفاع المعتدل يعني يظلوا مرتفع بشكل تدريجي عشان التركيز يظلوا مستمر أفضل غذاء كإفطار اللي هو البطاطا البطاطا مع البيض وزيت الزتون الأكل المشهورة عنها أول شيء البطاطا بيحتوي على النشاة النشاة عبارة عن سكريات معقدة راح ترفع السكر بشكل تدريجي أيضا أنا بحاجة إلى بروتين هتلاقيه موجود في بيض البيض بحاجة إلى دهون لأنه كمان الدماغ جزء كبير منه أو هو عبارة عن كتلة دهنية موجود الكوليسترول والدهون الغير مشابعة موجودة في صفار البيض زيت الزتون الغني بالأوميجا برضو ما أنت عارف بنحط على البطاطا والبيض وممكن أرش شوية زعتر كمان عشان الطعم يكون أفضل وإحنا عارفين الزعتر مرتبط بتقوية الزاكن وبعمل على تنشيط الدورة الدموية والتروية الدماغية فهذه وجبة بأقولها بالمعلقة راح تديني شعور بالطاقة وراح تديني قدرة على التركيز كمان ممكن أدخل في وجبة الإفطار الموز وأنا نصيحة لكل طلب التوجيهي ما تطلع على الامتحان وانت مش ماكل جرن الموز على الأقل جرن الموز وبالذات يعني انت بتعرف وانت رياضي انه دائما الرياضات التي تحتاج إلى وقت طويل دائما بيقوله كل موز أو بطاطا ليش عشان دائما تضل الطاقة عنده موجودة ما بيقوله كل بعكس العداء لفترات قصيرة بيقوله خد يعني بدوله سكر بسيط لأنه يعني عبارة عن فترة قصيرة ومش فارقة بعد هيك لكن كطالب بده يقعد ساعات طوية لا أنا بدأ خلي مستوى الجلوكوز زي ما قلنا عنده يرتفع بشكل تدريجي الآن الموز غني بالكربوهيدريت الموز يحتوي على مواد مهدئة يحتوي على مواد مهدئة وفي نفس الوقت منشطة يعني في مواد تديك حالة من الهدوء والقدرة على التركيز عشان يكون بيسموه غذاء العباقرة بنفس الوقت بيديك نشاط ذهني زياد بيحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تقوية التركيز وتهدئة العصاب السكريات في معقدة يحتوي على دهون غير مشبعة هذه وجبة بسيطة ممكن أتناولها ممكن مثلا خلال فترة الامتحان ممكن أن يكون معي طمر لأنه طمر معروف أنه هو إذا أنا شعرت بهبوط ممكن أخذ لي طمر أثناء وأعتقد هذا مسموح كطمر طبيعي وبيحتوي برضو على الطمر مهدئ للعصاب عشان يك ده يعني عشان يك رسول قال بالإفطار ابدو بطمر أو رطب لأنه مهدئ للعصاب وأنا بهذه الفترة بأمثل حاجة أنه ما يكون عندي حالة استرسي يكون في عندي حالة من الهدوء والقدر على التركيز طبعا ممكن ندخل فواكه الخضار ما في مشكلة الآن وجبة الغداء يعني إحنا بنقول دائما نعدد الوجبات يعني ما يكون لدينا فطور غداء عشان يكون لدينا خمس وجبات أو ست وجبات وجبة الغداء برضو لازم تكون متنوعة ولا تحتوي على كمية كبيرة من الدسم يعني نبعد مثلا عن الأكلات اللي فيها دهون بكمية عالية ممكن يكون أي نوع طبيق ما فيه مشكلة نحاول نقلل الدهون ممكن يكون مثلا سدر دجاج أو سدر حباش أو أي أكل موجود يعني في العيلة ولكن نبتعد عن فكرة أنه أنا واحد مروح من توجيه لازم أعمله أكل دسمة لأنه كلمة أكل دسمة معناته فيه كمية من الدم راح تتوجه إلى المعدة راح أشعره بخمول وكسل أنا ما بديش الخمول وكسل في هذه الفترة أنا بديها وبنصح الطالب أنه ما يشبع يعني الجوع ممنوع والوصول إلى مرحة الشبع ممنوع وعلى فكرة كتير من الطلبة ممكن هذه كل واحد بعض الأحيان كان يمر فيها أنه لما أنت بدك تهرب من موضوع بتروح تاكل كتير صحيح فكذلك بعد الطلبة ممكن عشان أهرب من الدراسة وروح بأكل كمية كبيرة من الأكل فبشرب النعاس فبنام بس في الأخير أنت هتصحى عليك عليك فوجبة الغداء لازم تكون غنية برضو بالخضروات والركز برضو على زيت الزيتون في الفترة هذه لأنه بيحتوى على الأميجا العشاء برضو بده يكون برضو وجبة خفيفة ممكن دخل الأجبان الألبان إلى آخره البيض الفول ولكن برضو بكميات معتدلة ركز على الدقيق أو الخبز القمح الكامل لأنه برضو بطيء الامتصاص وما برفع السكر بكمية عالية بالجسم وبهيك أنا بكون عندي وجبات غزائية متوازنة بعيدة عن تناول ورجع تاني بركز نبتعد عن تناول الدسم بكمية كبيرة بعض الناس بقول لك السمك كتير كويس آه السمك كتير كويس ولكن طريقة تحضير السمك إذا أنا بدي أعمل السمك جلي بالعكس أنا ضريت الطالب ما نفعتوش لأنه أنا فقطت القيم الغزائية الموجودة في السمك والأميجا زائد أنه صارت وجبة ثقيلة عليه لكن لو أنا شويت له السمكة وعملت له ياصنية فهي وجبة رائعة للطالب تمام طيب المشروبات أنت عارف أنه إحنا لما كنا بنجد بنجد بنجانات حكيت لك قبل برنامج جهوة شاي نس كافي وكل هدي على طول صحيح يعني هو وفيه كمان بيلجأوا إلى تناول أدوية صاحب ونشطات آه بيلجأوا إلى تناول مشروبات مشروبات الطاقة الغنية بالكافيين وهدي كلها في النهاية هي مشروبات ضر لأنه بتبتمل على خلل في البنية الجسمانية وبيدخل جسم كمية من الكافيين اللي هو لا يحتاجها ممكن لإنسان مش مدمن قهوة أنه ياخد فينجان قهوة يظلوا صهران بس فيه ناس بيصلى مرحلة بيشرب قهوة بينام صحيح لأنه صار فيه تشبع في جسمه لذلك أنا دائما بقول اللي بده يشرب القهوة يخل ما يتعود عليها عشان إذا أنت معني أنه أنت تزيد تركيزك اشرب قهوة هم مدمنين قهوة لا ما هذه المشكلة ما زال وصل لمرحلة أنه بيشرب قابك كمية كبيرة إذن الهدف المرجو منها أنك تزيد النشاط خلاص راح تمام ممكن صير تأثير عكسي لكن أنا في عندي مشروبات عشبية بإمكان أنه أنا أشربها أول شيء تفيد صحتي وفي نفس الوقت تديني نشاط على سبيل المثال الزعتر الزعتر من المشروبات الرائعة جدا طبعا المشاهدين العزاء الأوراق والأزهار لا تغلى ولكن بغل المية وبنجع اللي هو يعني بدير الماء الساخن على الأوراق أو الأزهار وبتركها ربع ساعة بينما الجذور والبذور تغلى ممكن نغليها خمس دقائق عشان تطلع المادة الفعالة عندنا أول شيء الزعتر أوراق الزعتر منقوع أوراق الزعتر عندنا مشروب رائع جدا وهو إكليل الجبل أو روزماري وهذا إكليل الجبل له تأثير فعال جدا في طقوة الزاكرة حتى أنه في العهد الروماني وما زالت هذه العادة رومانية عند الرومان لما بيجوا بدهم قبل الامتحانات كانوا بيولعوا الأوراق كليل الجبال الناشف حطوها على الفحم ويستنشقوا البخار تابعه بيعمل على تنشيط الذاكرة ويعتبر من النباتات الرائعة في تنشيط الدورة الدموية أيضا لدينا مشروب القرفة قرفة العيدان طبعا القرفة هنا بدنا نغليها عندنا نبات رائع جدا وهو اسمه الجينكوبايلوبا أو نبات الجينكا أو أوراق الجينكا برضو تشرب كمشروب الشاي وتعمل على تنشيط الدورة الدموية والتروية الدماغية وكمان لهم فوادي كتير المرمية برضو من المشروبات المقاوية للذاكرة كل هذا بدون سكريات هذا كمشروب يعني ممكن نضيف عليه عسل موضوع السكر أنا يعني أنت ضد الفكر أصلا سكر أصلا لكن ممكن نستخدم محل السيفيا بس هو عمليا الامتحانات أنا ما بقدر أغير السيستم طبع اللي هو متعود عليه فبقل يعني ممكن يستعيد عنه في الفترة لأنه خلي بالك دكتور كمان هذه فترة مقوث في المنزل يعني فترة مقوث كبيرة يعني حتى هو بده بعد الامتحان ما يخلص أصلا بده عودة إلى نشاط رياضي معين وروجيم وهذه برضو من الأخطاء اللي إحنا وجعنا فيها يعني صدقة بزيد وزنه الواحد وبياكل هو مش ماخد باله لأنه هو يعني بياكل بس عشاء هيك كنوع من خلينا نقول تفريغ الطاقة أنت بدك تفرغ طاقتك بالأكل لكن في المحصلة هذا سلوك سيء يعني لازم أنا بنصح برضو الطالبة والطالبات أنه مارسوا رياضة يعني أكبر غلط أنه نقود على مكتب أكثر من ساعتين يعني إيش العقل هذا اللي بده يقعد يدروس ساعتين لأ ساعة وعشر دقائق رياضة شنوع هذا الرياضة يعني مثلا للبنات مثلا الرقص مثلا أي رياضة هي تمرسها في البيت الجري في المكان أنه أنا أطلع يعني ليش إحنا عقدت أنه أنا كطالب وهذه الأهل برضو إلهم دور لو شافوا البنة أو الولاد بره الغرفة بأنهم موشح صحيح لا لازم إحنا ناخده من إيده نطلع يعني في الليل مثلا قبل النوم لو طلع مثلا لفلوا بالمنطقة تمام أو لعب رياضة أو سجل يعني البنات مثلا فرغوا الطاقة الموجودة عندهم بالرقص هذا رح يديهم نشاط لجولة قادمة من الدراسة ولكن المقوط لساعات طويلة هذه خطأ خطأ كبير وأنا بقول لك عن تجارب إحنا وجعنا فيها لكن لما الإنسان كبر ووعي وربما كانت دراسة مثلا بكاليوس والمجل السرية أكثر صعوبة من توجيه لكن لما بدأ يمارس العادات الصحية لقى تحصيله أفضل من تحصيل الأخطاء اللي احنا كنا نمارسها في توجيه وهنا برضو برجع تاني بقولي الأهل يجب أن يعززوا الثقافة الصح عند الأبناء عشان برضو الطالب بعض الأحيان ممكن يظلوا جاعد ماسك الجلام ومجراش بس ما بدوش أهلوا يقولوا عنه أنه هو جامع المتحدة هذا غلط التخمة كمان خلال فترة الدراسة وتقديم المتحنات تبعث على الكسل والنعاس طبعا لأنه أنت السمنة وبالذات في بعض الطلبة بيقفزوا قفزات في الوزن نهار بنشوفهم إحنا بقى التوجيه لما يجب بعمروجيم زادت 20 كيلو بأشهر قليلة وهذه كاربة جسم قابل الزيادة وزي ما تفضلت حضرتك السمنة راح تديك حالة من الكسل وحالة من حتى التشتيت الذهن نعاس وتفاوم لكن موضوع اللي أنت تفضلت فيه وحكيت أنه هو تعود على شرب القهوة أنا ما قلت له لو أحد تعود أنه يترك شرب القهوة لأنه مش هيجي لأنه برضو سيكون تأثير سلبي في ترك المفازن بل أشمق خلاف نجا أيوة ولكن أنا بقول لك ضيف على المشروب إذا أنت مش قادر تسيبه فيها الفترة ضيف عليه المشروبات أنا حكيت لك إياها راح تلاقي نتائج رائعة جدا في قدرة على التركيز زائد برضو المكسرات كتير ممتازة سواء لزبيب أو عن الجمال برضو راح تديك القدرة على التركيز بذات عن الجمال سبحان الله يعني شكله مقارب لشكل الدماء فهذه المأكلات والمشروبات الصحية راح تديك قدرة العسل تناول عسل بدل السكر مثلا هذه راح تديك قدرة على النشاط والتركيز وأيضا التحصيل الدراسي فهذا شيء جميل ولكن أنا يعني بدأ أحكي لكل الطلبة والطالبات اللي يشوفون الآن على الهواء من جد وجد يعني ما يعني ما تعشوش حالة الاسترس والضغط النفسي الكبير لا عيش الحياة بشكل بسيط جدا وادخل الامتحان وانت مرتاح وانا بنصح الطلبة قبل انهم يشربوا ينسون ونعنع ينسون والنعنع مهدئ للأعصاب مع بعض وفي نفس الوقت منشط يعني الناس عندها اعتقاد خاطئ انه النعنع مهدئ لا هو مهدئ للأعصاب ولكن منشط الجسم بشكل عام تمام دكتور محمود الشيخ علي اخصاء تغذية العلجية وطبي العشاب شكرا لك شكرا لك نورتنا اياكم الله